موسيقى اهلا باكم احنا النهاردة هنتكلم عن ديف 101 ده تيلورد بروجرام احنا محددينه عشان خاطر نحدد فيه الاسسانشال سكيلز اللي مطلوبة عند كل الديفلوبر واتفر التخصص بتاعه بيشتغل دوت نت بيشتغل جاوفا بيشتغل جاوفا سكريبت بيشتغل واتفر التكنولوجي او الفريمورك اللي هو اشغال عليها في مجموعة من الاسسانشال سكيلز اللي لازم ان تكون عنده بنحددها وبندفعينها في مجموعة مجموعة الاسكيلز دي هي عبارة عن اربعة سكيلز رئيسيين بيندرك تحتيهم بقى specific skills related لكل التكنولوجي الاربعة الرئيسيين اللي احنا هنتكلم عليهم هم الconcept level والdesign level وعلى مستوى الimplementation والcode اللي حضرتك بتكتبه بالdifferent technology والاخير على مستوى الproblem solving في اللينك اللي حضرتك شايفوا دلوقتي هو ده شركة جوجل بتعرض فيه الكارير باس بتاعها وايه الاسسانشال سكيلز اللي مطلوبة ولو لاحظت بعد ما تتفرج على الفيديو ان هتلاقي فيها كل السكيلز اللي مطلوبة عندهم هو مش حضرتك تبقى عارف تكنولوجي قد ما حضرتك تكون عارف الفور سكيلز وتكون بفوكس عليهم ودول اهم حاجة في الاختيار بتاعهم في شركة جوجل طبعا من اكبر الشركات في الrecruitment بتاعتهم فهتلاقي فيهم هو بيركز على data structure، الالجوريزمز، الديزاين، مين للديزاين والتستنج والديفلوبمنت هم دول من اهم الحاجات اللي عندهم بغض النظر عن الفريمورك اللي حضرتك بتستخدمه في الاول فلاية هنتكلم دلوقتي عن الconcept level، الاسكيلز اللي مطلوبة اول حاجة احنا هنلاقي قدامنا الاجيل، هنلاقي هنا في الاجيل دي من اهم التوبكس اللي حضرتك بتبقى مطالب بيها في السوق ان انت تكون عارفها كويس قوي لان ده بقى trend world wide بعد ما حقق نجاح كبير في productivity بتاعت الsoftware عموما ايا كان التكنولوجي فهتلاقي حضرتك احنا هنا بنبروفايد ليك مجموعة من اللينكات من الريسورس اللي حضرتك هتستخدمها ريسورس دي فور فري يعني يقدر اي حد يشوفها ويتعامل معاها من غير اي تكلفة اضافية عليه وهنلاقي فيه برضو احد الريسورس هي الاساسمنت ريسورس ده اساسمنت فور فري برضو محتاج تدفع فيه اي تكلفة عشان تميكشور ان كل الطابكس والتكنيكال اللي حضرتك خدتوا من الريسورس دي covered كويس قوي في الاساسمنت لينك اللي احنا حطينه وهنلاقي برضو فيه سرتافكت بمجرد ما تنتهي من الريسورس دي او تشتغل على الريسورس دي انت هتكون جهز ان انت تاخد السرتافكت دي والسرتافكت دي منداتوري لكتير من الشركات منها فيليو منها جوجل منها مايكروسوفت كل الشركات دي بتعتمد اعتماد كله على السرتافكت دي في الاجيل في الريكروتمنت بوليسي بتاعته وعد كده هنلاقي عندنا اليوميل ده من احد الطابكس المهمة جدا والاساسية في شغلك انت هتلاقي كل التكنولوجيس اللي حضرتك بتشتغل عليها بما فيهم الجواسكريب بتتوجه توجه كله ان انت تشتغل object oriented فيها فبالتالي انت مطالب جدا ان انت تشتغل object oriented وتapply الكلام ده سروق اليوميل حتى لو الشركة او الملتناشنال اللي حضرتك هتشتغل فيها ما بتapply شيء اليوميل ازا core technique في الشغل بتاعهم ازا technical at least انت حضرتك بيجي لك requirement وبتبقى عارف الcomponents وازاي علاقتها ببعضها وازاي بتشتغل مع بعضها عشان تproduce product fully integrated tested well في كل الفيتشورز اللي حضرتك بتapplyها بممتال سهولة ومن غير اي هدك عليك وهتلاقي في اللينك الاولاني اللي احنا حطينه ده resource تمام تقدر تتعرف فيه على اليوميل بالتفصيل وبيكوفر كل الدياجرامز المختلفة في اليوميل وهتلاقي فيه youtube channel خاصة بالديفلوبر دي برضو بيapply فيها مجموع من الفيديوهات كتيرة بيتكلم فيها عن ازا يتapply اليوميل in practical example في الاخر انت تقدر تapply بمنتهل سهولة جدا بعد ما تخلص الريسورز دي على السرتفكة اللي احنا حطينها في اللينك اللي موجوده ده محضرتك في الكيت تاني احنا هنتكلم على مستوى الديزاين ليبل وهي دي حابة بالتك تك ديب للجزء الديفلوبمنت بتاعك اللي حضرتك بتشتغل فيه اكتر احنا في الديفلوبمنت لما بنيجي نكتب الكود ما بنكتبوش منفصل عن اي كود تاني عن زميلنا عنده عنده لازم نضمن ان حضرتك وانت بتكتب الفونكشن اللي بتاعك او بتكتب الريكوهر منت بتاعتك عشان تنفزها انت ما بتكتبهاش في صورة منفصلة انت بتكتبها فولي انتجريتد مع التسك بتاعت زميلك مش ملكش دعوة هو عمل ايه لأ انت لازم ان تكون واخد في اعتبارك هو عمل ايه وانت هتعمل ايه بحيث ان انت توصل بفول برودكت في الاخر انتجريتد على مستوى الديزاين فيه ديزاين كونسبت وفيه ديزاين برينسبل الديزاين كونسبت دي حضرتك في تفكيرك اساسا وانت بتفكر في كتابة الكود افكر بناء على ايه ايه اللي ممنوع و ايه اللي مرغوب و ايه اللي انا عندي فيه لو عملته كويس فانا مش هيأثر معي انا قد ما هيأثر كمان مع زميلي وهو بنانتجريت شغلنا مع بعض وازاي نوصل للفاينال برودكت في الاخر فولي انتجريتد من غير اي مشاكل ومن غير ماقول ده نازميلي اثر علي او ما اثرش علي فعلى مستقى الديزاين كونسبت دي فيه كونسبت رئيسية كتير في الديزاينيج من اول الكلام ده كله كل الحاجات دي بتنتكلم عليها في توبكس بالتفصيل في الريسورس اللي معروضة قدام حضرتك بعدين هنتكلم عن الديزاين برينسبلز و باترنز وحضرتك في الديزاين برينسبلز و باترنز بنتكلم فيها عن المين برينسبلز اللي هي مبادئ اساسية لازم ان تكون عند كل ديفولبر وهو بيفكر في الابليكيشن وهو بيكتب سطر الكود هو بيتعمل في اي لير من الليرز بتاعت البرينسبلز و اهمهم و اشهرهم هو السولد برينسبل ده اللي لا غير عنه في اي مكان ولا في اي شركة حضرتك بتروح تشتغل فيها بعد كده هبتتكلم بقى على مجموعة من الباترنز دي بتختلف من تكنولوجي لتكنولوجي لكن في مجموعة حبة بيبقوا كومن ما بين كل البرينسبلز او الاسكريبتينج لانجوش اللي انت حضرتك بتتعمل معاها زي فاكتروي سينجلتون ما الى ذلك كل الكلام ده كله معروض في الريسورسز اللي حضرتك شايفها ده في الكيد تالت احنا هنتكلم عن ديلي اكتيفيتي بتاعتك على مستوى الكود اللي حضرتك بتكتبه ديلي حضرتك مطارب تكون عارف ثلاث حاجات رأسيين في البرت ده اول حاجة الفرجن ان كنترول وما فيش شركة خالص بتشتغل من غير الفرجن ان كنترول راح زمن تماما ان انت تانتجريت شغلك مع شغل زميلك بفلاش ميموري او على ميل او على فايل او هارد كود كلنا بقينا نستخدم الفرجن ان كنترول ورلد وايد وفي مصر طبعا في كل الشركات فدي من السكيلز اللي لازم محتمل ولا بود تكون عند حضرتك طبعا احداثهم واشهرهم واكثرهم استخداما دلوقتي هو الجيت وهتلاقي فيه تفاصيل في الكوفرد لينكس المحتوى تقدم دايما واحنا بنشتغل البرت التاني انت هتلاقي لازم انتكتب كلين كود ولو حضرتك ما كتبتش يعني هي دايرة هي حضرتك لما تيجي تروح شركتك هتلاقي فيه اكواد كود انت حضرتك مش فاهمه كود مش دوكيمانت صح كود مش مكتوب صح حتى اسماء الكلاسز المسودز الفاريبلز كلها لو ما بقتش ميننجفول او حضرتك ما بتشتغلش عليها مش معبرة مزبوط عن البزنس اللي حضرتك بتريبريزنته هتلاقي فيه مشاكل كتيرة حضرتك مش هتفهم اساسي ففي الطبيك دا اللي احنا بنتكلم فيه عن الكلين كود بنتكلم ازاي تكتب كود مش مجرد ينفذ الفونكشن بس ازاي تكتب كود يكون للناس اللي هتيجي بعد منك للناس اللي هتشتغل فيه بعد منك لحضرتك لما هتنقطع حبة عن البروجيكت وترجع له تاني تمام تكون الحاجة معبرة ليك بناء على ايه حضرتك لما هتيجي تشتغل فونكشن فور اكزامبل هتخليها تريتيرن او تسرو اكسبشن بناء على ايه فكل الحاجات دي لها الايجابيات والسلبيات واستخدامها في المكان المناسب هو دا الانسب وهو دا اللي احنا بنترجطه فيه الكلين كود واللينكات اللي موجودة قدام حضرتكو دي بيتعبر عن الريسورسز اللي حضرتك محتاجها عشان تكتب الكلين كود في التوبك التالت على مستوى الديفالوبنت احنا هنتكلم فيها عن الكود كواليتي حضرتك كتبت كود وحضرتك كتبت كود المفروض انه هو كليين كود تمام فحضرتك عايز تمجر الكود اللي مكتوب ده هل هو صحة هل هو غلط هل بيكوفر كل المين سيناريو بكل الاسبيشيال كيسي سيناريو عشان تكوفر الريكورمنت بتاعتك كاملة من كل الجوانب هل هو بيعمل حل الابليكيشن او السيرفس بتاعتك معمول عليها لوت بالانسنج معمول عليها سيكيريتي معمول عليها تستنج ففي الكود كواليتي احنا بنتعلم فيها من الريسورسز اللي اتتشت مع حضرتك اللي احنا محتاجينه وإيه الطوبيكس وإيه طولز اللي انت بتتشتغل عليها عشان خاطر تقيس الكواليتي بتاعت الكود بتاعتك وتمجر ازاي هو بيستفاي الفاينال رزلت اللي حضرتك بتارجته ولا لا في الكير الرابع احنا بقى عايزين البركتسيز احنا خلاص اتعلمنا حاجات كتيرة محتاجين براكتسيك لغم ده عشان خاطر نعرف ماذا قوتنا فيه وان احنا بنستفاي الستاندردس العالمية ولا لا فاحنا نتكلم عن ويب سايت اسمه هاكر رانك هاكر رانك ده ويب سايت بتستخدمه كتير من الشركات في الركروتمنت بوليسي بتاعتهم عشان خاطر تيفاليويت الدفالوبر بتاعتها وتشوف هو بيستفاي نيد بتاعته في البروبلم سولفنك تكنيك ولا لا هنلاقي في الهاكر رانك مجموعة من الباجس حضرتك بتترجيتها كل بروبلم انت بتحلها بيبقى ليها كوفر تيستي كيسز معينة انت لازم انت ستفايل كوفر تيستي كيسز دي وبتكتب طبعا بأي لغة حضرتك بتكتب بيها بما سيشار بجابا جابا سكريبت ايا كان سواء بروغرامنج او سكريبتنج لانجوج ولما بتحل البروبلم دي بيقاد ليك في الاكاونت بتاعك مجموعة من البيتس وبيزد على البيتس دي انت بتاخد باج مثلا فيليو كانت بتختار الباج بتاعتها بتختار الديفيلوبر الفريشر تمام مش حتى يعني مش ليه خبرة بتختاره على باج فور وحضرتك تقدر تعمل الكلام ده بسهولة بمجرد ما تكافر اللينكس اللي احنا اتكلمنا عليها على مستوى الكيز الثلاثة الاولانية الهاكر رانك مقسم البروبلمز بتاعته على مستوى مجموعة من الكاتيجوريز انت محتاج فيهم الثلاثة الرئيسيين اللي هما الالجوريزم والداتا ستركتشور والماثماتيكس هتلاقي فيها احنا بنتكلم هنا على كل الالجوريزم بالكافر توبيكس اللي موجودة جواه وتقدر قدي ايه تكافر بوينتس منها ولو لاحظت ان انت توتل البوينتس اللي موجودة في الالجوريزم والداتا ستركتشور والماثماتيكس انت تقدر تكافر ده بمنتهل سهولة وهتعدي السكس باج كمان يعني هتعدي كل الباجس وتوصل لآخر باج وكده تقدر كمان تكمبيت في كومبيتشنز وورلد وايد مش في اللوكال ماركت بس حضرتك هتلاقي الريسورس اللي احنا اتكلمنا عليها من بريزنتيشن مع الفيديو وشكرا ليك اشتركوا في القناة